رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاطي جلسة لمجلس وزراء بعد ظهر اليوم في السراي وخلال الجلسة أجرى رئيس الحكومة اتصالات عاجلة بقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية واطلع منهم على ملابسات الانفجارات التي حصلت في عدد من المناطق اللبنانية على عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكي بيجرز مما أدى إلى سكوط عشرات الجرح والشهداء كما أجرى اتصالا بوزير الصحة الدكتور فراس أبيض واطلع منه على الوضع الصحي والاستشفاء الطارق واستنفار كل أجهزة المزارة لنطل الجرحة إلى المستشفيات ومعالجتهم كما أطلع رئيس الحكومة مجلس وزراء على ما توفر من معلومات وتحقيقات فأكد مجلس وزراء مجتمعا إدانته هذا العدوان الإسرائيلي الإجرامي والذي يشكل خرقا خطيرا للسيادة اللبنانية وإجراما موصوفا بكل المقاييس وشدد مجلس وزراء على أن الحكومة باشرت على الفور القيام بكل الاتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال هذا الإجرام المتمادي وقرر مجلس وزراء إبقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة ما يحصل وكان رئيس الحكومة تحدث في مستهل الجلسة فقال نتابع رغم كل التحديات مناقشة مشروع الموازنة إيمانا منا بأن هذا واجبنا الواد الدستوري ومسؤوليتنا الوطنية وسنأخذ بعين الاعتبار أوضاع كل العاملين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين وفك ما تسمح به واردات الدولة وقدراتها المالية نحن معنيون بإعادة التوازن إلى المستوى المعيشي وكرامة المواطنين نحن نسمع ونفهم كل أصوات الحق وسنعمل مع الجهات المختصة لإيجاد حلول لكل مشكلة تطرح بعيدا عن أي شعبوية ويبقى الهم الوطني الأول هو انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت والاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف اللبنانيين في أرواحهم وأرزاقهم وهذه الإجرامات الإبادية هي برسم المجتمع الدولي مع تأكيدنا على ضرورة تنفيذ القرار الدولي 1701 بكل بنوده ومندرجاته هذا كل شيء مثل ما بتعرفوا يمكن مش وقته بس يعني لازم تعرفوا أنه كان فيه قرار في التباس بمجلس وزراء اللي طلع له علاقة بتسجيل الطلاب السوريين هذا القرار طبعا تعدل وصار يقتصر فقط على التلاميذ يلي معن إقامات شرعية ومعن وراء من الـ UNHCR فقط لغير وهذا الموضوع بيبينسحب على المعاهد الفنية والتعليم العام هدا كل شيء معادينا اليوم إسرائيل كانت عدتنا في اشتياح بري ولكن اليوم يكتوب أنه صار في اختلاق أمنا شو موقفهم اليوم الموقف؟ معتيني موقف الحكومي موقف الحكومي اعتيني أما الاشتياح البري سننا هدا الموضوع بنسمعه تقريبا من تشرين من تشرين أول بس هدا ما بيعني أنه الوضع يعني هو وضع مطمئ إذا بالبيان كان واضح أنه هو اعتداء على السيادة اللبنانية ما في بعض معلومات أكيد في تحقيقات والدولة اللبنانية لح تتابع التحقيقات اللي لازم تعملها شكرا